اهلا بكم وابراج هذا اليوم الاحد الموافق 11 من كانون الاول ديسمبر 2020 طبعا الان القمر في برج السرطان بدرجة 24 خلص انتهى تأثير لصالح برج السرطان واصبح يؤثر لاصحاب برج الاسد وطبعا يعني هذا الانتقال قد تشكل زوايا مقابلة وبالتالي الامر ليست مريحة وليست سهلة للجميع اذا مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية الثلاثة اثنين تركيز ميزة هذا المولود التركيز ليش لان عدنا متلازمة اثنين وثلاثة متلازمة مما عن المتلازمة المتلازمة اي انك لا تستطيع فصل ذبذبة هذين الرقمين فسيبقان معا اي انه لا يمكن ان يتأثر رقم الثالث سيؤزل الرقم الثالث سيكون عزول وبالتالي الثلاثة ستسيطر على الحالة اذا كان الثلاثة مع اربعة الثلاثة مسيطرة وبالتالي يصعب بالتالي اللحظ هذا المولود تصرفاته مختلفة عن الاخرين تصرفاته لا تشبه الاخرين قد ينعزل في اجواء مريحة قد يفرح في اجوال ربما لا تدعو لها الفرح وبالتالي يجب ان نرعي هذه النقطة وننتبه لها خلينا نروح الى توقعات الابراج لهذا اليوم الحمل تبدو ايضا في حالة ربما ايجابية ومشجعة ومريحة ولست مضطرا ايضا لربما اعمال اضافية وانت هذا اليوم ممكن ان تحصل على مطالب متأخرة والبعض ربما ايضا نحصل على وظيفة خلال هذا اليوم والبعض قد ينتقل الى سكن جديد وهو وقت مناسب جدا الثور تبدو في حالة من الشد لكن بنفس الوقت هناك قدرة على التجاوز المصاعب وهناك فرصة لاجراء نوع من التعديلات والتغييرات طبعا مع مزيد من التصالات والعلاقات الجاوزات تبدو في حالة جيدة في حالة ايجابية ربما حركة اكثر سرعة في التنقل والعداء نفسيا انت تكون في جانب افضل اذا عليك ان تبدأ بمشاوير المال والاقتراض اذا انت راغب في ان تبني مثلا او تفتتح المكان للعمل او هذه كلها امور الصف فيما اصطحتها خلال المرحلة القادمة وهذا اليوم يعد جيد ومؤشر ايجابي السرطان تبدو في ظل اجواء طبعا روتينية ليست غير مفهمة بالنشاطات ربما ليست لديك الرغبة في ان تعمل اعمال او ربما تأدي اعمالك بنوع من الروتينية تحاول ان تكون صامت ما تحب انه تتحدث مع الاخرين وبالتالي عندما نمر بهذه الحالة يجب انه ان نعرف انه احنا في مرحلة ربما ليست جيدة للأسد طبعا عودة لطاقتنا بشكل جيد اليوم نكتسب طاقة لدينا رغبة لدينا فرصة لدينا انتقالة لكن ضمن اجواء محددة اذا هناك فرص للحظ لكن ضمن حدود العذرة هذا اليوم نبدو بحالة شد ربما نفسي مساء هذا اليوم قد نتعرض لبعض الضغوطات وقد نسمع بعض الاخبار فبالتالي تتهيأ قريحتنا للانتقاد وربما ايضا لوم الاخرين او ربما لوم انفسنا فبالتالي هذا ما نحتاجه خلال هذه الفترة اصحاب برج الميزان وقت جيد وقت قد يكون مثمر في كثير من الامور في كثير من الايجابيات في كثير من المسائل لنا نستثمرها بعض الاصدقاء بعض المقربين اذا ايضا فرصة ان نجري نوع من التعديلات الممكنة والطفيفة طبعا الميزان العقرب في ظل اجواء تبدو باردة او صعبة او لدينا ايضا ربما مشاكل مع رؤسانا بالعمل الان ما يحبذ ان ننتقل بهذه المشاكل الى السطح وبالتالي ان نتركها الى وقت اخر وان نتجاوز عن بعض الاخطاء القوس وضع جيد وقت جيد ايجابي مشجع يمنحنا فرصة يمنحنا طاقة ايضا الوضع المالي بدأ يتحسن هناك تحسن ملحوظ على جانب المالي لدى اصحاب برج القوس جدي وضع جيد لكن مصرفاتنا راح ترتفع وتزداد والبعض ربما لديه نوع من القلق ويذهب باتجاه انه يجري بعض الفحوصات الطبية الدلو لديه راغبة هذا اليوم بالمواجهة مع الاخرين وهو ليس بالوقت المثالي ايضا لاجب ان نعرض يعني ربما قضايا مهمة وجوهرية خلال هذا اليوم بل تركه الى وقات اخرى اخيرا اصحاب برج الحوت نشعر بضغط كبير وننتبه على الطرقات ننتبه اليوم اذا كنا نستخدم الاتحادة على ان ننتبه ربما اذا كنا قرب مصادر النيران اذا كنا في اماكن مرتفعة هذه كلها عليك ان تكون حذر ليش لانه ربما تركيزك راح يكون ضعيف هذا اليوم اكيد الله على مده